والبطولة الخامسة كانت مبارح آه النادي الأهلي ولعبته كانوا مريحين في البيت لكن مش مريحين طول السنة كانوا بيشتغلوا وبيتعبوا وبيخلصوا علشان البطولة يتيجلهم وهم مريحين مبارح في البيت علشان كده لما نشوف أرقام النادي الأهلي السنة دي أرقام عظيمة سواء في عدد الأهداف حتى في الأهداف اللي سكنت مرمى النادي الأهلي أرقامك يا سيها نستعنضى مع حضراتك دلوقتي كنت حاببت ابتدوا مع حضراتك الحكاية الحلوة من بدايتها وابتدت منين لكن نروح دلوقتي لجرافك أو أرقام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لما نشوف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهو بيحق أربع بطولات دور مصري تلاتة دوري أبطال أفريقيا أربعة سوبر مصري اتنين برونزية كاس عالم اتنين كاس مصر اتنين سوبر أفريقي يعني بنتكلم في خمستاشر بطولة رسمية زائد اتنين برونزية كاس عالم يعني سبعتاشر بطولة وما زال البطولات لسه على الأبواب لما تشوف الكابتن محمود الخطيب على مدار خمس سنين الدورة السابقة وبداية الدورة الحالية ظهر على قناة النادي الأهلي مرة وحدة ناس عارفة أهدافها ناس بتشتغل ناس مركزة في فرقتها في صفقتها في تدعمتها في البنية التحتية إزاي تطور النادي الأهلي دلوقتي ماشاء الله بنشوف فرع التجمع بنشوف إنجازات في كل المستويات في كرة القدم وكمان في ألعاب الصلاة نادي الأهلي السنة دي محتكر جميع ألعاب الصلاة علشان كده بقول لحضراتكم موسم استثنائي لنادي الأهلي والموسم الاستثنائي لنادي الأهلي أكيد هيكون لي حفل استثنائي وبقول لحضراتكم هيكون لي حفل استثنائي علشان الموسم العظيم والتاريخي ده لكن إن شاء الله كله هيكون في وقته وهيتم الاعلان في وقته طب نشوف حكاية الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع بطولة الدوري شفنا مع بطولة الدوري أبطال أفريقيا وهو حضر الحداشر بطولة طب نشوف قصة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع بطولة الدوري الممتاز النادي الاهلي حقق فيها تلاتة واربعين بطولة كابتن محمود الخطيب وهو لاعب حقق بطولة الدوري الممتاز عشر مرات وهو لاعب عضو مجلس إدارة مرة واحدة نائب رئيس النادي الاهلي ثمان مرات ورئيسا للنادي الاهلي أربع مرات موسم 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2022-2023 إذن نادي الكابتن محمود الخطيب حقق 23 بطول الدوري مع النادي الأهلي وهو لاعب وهو عضو مجلس إدارة وهو نائب رئيس النادي الألي وأخيرا وهو رئيسا للنادي الأهلي